أعلن نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف أن عدد التأييدات التي وثقتها مكاتب الشهر العقارية من المواطنين للمرشحين بلغت 814 ألف تأييد لثلاثة وعشرين شخصا في سياق متصل لم يتقدم أي مرشح بأوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات رغم انتهاء اليوم الثالث منذ إعلان بدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية